بسم الله الرحمن الرحيم بداية طبعا نعزي قيادة الإمارات وشعب الإمارات وكل المحبين لطيب الله ثرا صاحب السمو الشيخ خليفة الذي طبعا أنا لا أقول رحل الشيخ خليفة وإنما أقول رحل خليفة زايد هذه الشخصية الاستثنائية الوطنية في طبعا الفكر وفي العطاء وفي السير على نهج الوالد المؤسس طيب الله ثرا الشيخ زايد والذي أرسى وساهمة في مرحلة التمكين التي شهدتها دولة الإمارات ما عرض قبل قليل ما هو إلا جسد فينا نحن الفخر والاعتزاز كأبناء زايد فيما وصلت إليه دولة الإمارات في مرحلة قياسية دولتي عمرها خمسين سنة ولكن إنجازها يتخطى هذا العدد يعني الخمسين سنة أنا يعني لما أتحدث اليوم عن وفاة المغفور للشيخ خليفة أستحضر وفاة المغفور للشيخ زايد بن سلطان وأقول كأن اليوم نودع زايد رقم 2 أو زايد 2 لأن حقيقة ما شاهدنا نحن نستطيع أن نوزع المرحلة إلى مرحلة التأسيس التي بدأها الوالد المؤسس طيب الله ترى تأسيس الدولة الحديثة لدولة الإمارات ثم بعد ذلك مرحلة التمكين التي قادها المغفور بإذن الله شيخ خليفة ثم المرحلة القادمة التي نراهن عليها بعد خمسين عام وإن شاء الله ستكون في يد حكيمة أيضا التي ترعرعت وتربت على نهج الشيخ زايد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد الذي سطر قصص من النجاح في المواقف سواء كانت داخلية أو خارجية وكان له طبعا باع كبير وكان له نستطيع أن نقول إنجازات كبيرة على الصعيدين الداخلي والخارجي فأعتقد أننا هنيئا لنا بهذه القيادات التي تخرج حقيقة قيادات نستطيع أن نقول أنها ملمة المام كبير خرجت من بيت الحكمة لتعزز لشعب الإمارات وغير شعب الإمارات مدى احترامها وتقديرها للإنسانية والإنسان وإذا تحددت حامد أنت كلام جدا أثر فيني لما قلت بنا في الإنسان قيادة الإمارات بدءا بالوالد المؤسس ثم ابنه خليفته والشيخ محمد وكل قادة الإمارات يبنون بالإنسان ويبنون بالعمران في تأسيس الدولة ولكن بناء الإنسان ليس بالهيئة عندما تبني قيم كبيرة وتبني أصول كبيرة في الإنسان وتحترم من هو عندك في أرض هذه الدولة أكثر من 200 جنسية على أرض دولة الإمارات لم تأتي من فراغ وإنما هي جاءت من قيم رسخها الوالد المؤسس عندما فتحت دولة على مصراعها في بداية الاتحاد وقال هذه دولة الجميع وما هذا إلا هي قيمة كبيرة منذ بدايات الاتحاد عندما أدخل إلى مثلا ندخل نحن أبناء زايد في أي محفل من المحافل أو نزور أي حاكم من الحكام ويقول أهلا بأبناء زايد هذه الكلمة التي توجد لنا داخل شعور غريب عجيب هم من وضعوا كرامتنا وهم من أعطونا هذه القيمة الكبيرة الشيخ زايد طيب الله ترى ومشى على نهجه الشيخ خليفة وقادم مسيرة أيضا التمكين الشيخ محمد بن زايد وطبعا لا ننسى الدور الكبير الذي قام به أيضا القادة المؤسسون رحمهم الله والقادة الموجودين حاليا والدور الكبير والمتميز لنائب رئيس الدولة أيضا في السند والعون ولا نستطيع أن ننسى كلمة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد عندما قال شكرا لأخي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد ساعتك المرأة الإماراتية حظيت باهتمام كبير تمكين اهتمام من المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ خليفة أثر برأيك هذا التمكين أثر هذا الاهتمام في بناء المرأة الإماراتية نعم قيادة دولة الإمارات آمنت بالمرأة منذ قبل قيام الاتحاد فكانت والدة الشيخ زايد طيب الله ترى امرأة قيادية واستقى منها هذا الجانب وكانت والدة الشيخ راشد بن سيد أيضا امرأة قيادية ووالدة الشيخ محمد بن زايد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد الشيخة فاطمة بن تمبارك امرأة قيادية هي من أشعلت الشرارة الأولى لتمكين المرأة مناصفة مع الشيخ زايد وما زالت الداعمة للمرأة إذا نقول نحن طبعا فخورين بما وصلت إليه المرأة في خمسين عام من التمكين في كافة المجالات التي نراها اليوم ولا أستطيع أن أحصيها هنا في المقابلة ونحن واحد من النماذج عندما أتحدث اليوم عن وضعي أنا كبرلمانية من الذي طبعا دفع بنا نحن اليوم كبرلمانية لنصبح في لولة صغيرة عمرها خمسين عام يستصبح النسبة خمسين مقابل خمسين عشرين امرأة مقابل عشرين رجل تحت القبة البرلمانية في امرأة تصنع قرار وتدخل في جانب التشريع والمراقبة في جانب دبلوماسي تمثل الدولة داخلها وخارجها هذا الإيمان المطلق جاء من قيادة دولة الإمارات بدءا بالوالد المؤسس ثم بعد ذلك الشيخ الله يغفر له إن شاء الله يطيب ثرات الشيخ خليفة وأيضا اليوم الداعمين الأساسيين للمرأة صاحب السمو ورئيس الدولة الشيخ محمد بي أنزايد وصاحب السمو ورئيس الدولة الشيخ محمد بن راشد نحن فخورين بهذه القيادة التي أوجدت لنا مكانة داخلية وخارجية ما وصلت إليه المرأة هو تتويج لعمل هذه المنظومة المتكاملة التي تدعم المرأة وما زالت تدعم المرأة في دولة الإمارات اليوم أنت كبر لمانية ساعاتك وأيضا ممثلة للشعب كيف نظرتي إلى جانب السلس في تسليم الحكم وأيضا الانتخاب لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد دالنهيان هذا المشهد السياسي الإماراتي كيف يمكن أن ننظر له داخليا وخارجيا أنا أقول البيت متوحد من قبل توحد البيت والقناعة الكبيرة بطبعا جهود الكبيرة التي قام بها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد ودائما الشمس لا تغطى بك الشيخ محمد بن زايد أوجد لنفسه صحيح يعني كلنا يعلم بمرض الشيخ خليفة وكلنا يعلم ما هي التحديات التي واجهت طبعا نقول الخليج ونقول العالم العربي ولكن الفكر القيادي الجميل الذي يتمتع في صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد في قيادته في مرحلة التمكين مع أخو المغفور لبإذن الله الشيخ خليفة هذا الذي وبعدين هذا نهجنا هذا أصلا قيمنا انتقلت وبقناعة وبصورة سريعة إليه لأن فعلا هذا هو المفروض الذي يصير هو أوجد لنفس مكانه قبل لا يعني من قبل لا نحن نقول ومجتمع الإمارات وكل المجتمع نحن عارفين أن هذا المكان لهذا الشخص المناسب الذي نتمنى إن شاء الله أن نرى المرحلة المقبلة وأنا متأكدة أن المرحلة المقبلة تكون إن شاء الله فيها الأجمل وأبي إن شاء الله رح يكمل المدرسة التي تخرج منها رح يكمل قيمها في طبعا حكمة أو في إنجازاته القادمة لهذه الدولة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد دانهيان رئيس الدولة حفظه الله قال يثمن ثقة إخوانه حكام الإمارات كيف يمكن أن نقرأ هذا المشهد؟ ما شاهدناه أمس طبعا هذا دليل على الكلام اللي تفضلت فيه حامد حقيقة يعني صحيح يؤلمنا الفراق يؤلمنا فراق والدنا الكبير الشيخ خليفة ولكن عندما رأينا المشهد أمس والكل يبايع والكل يتغنى بصور الشيخ محمد ويكتب والكل يغرد في شخصية الشيخ يعني وجدنا أنه فعلا هناك ثقة كبيرة متبادلة وهناك أيضا انسجام وتوافق بين الأسرة داخل الإمارات الأسرة اللي نقدر نقول عنهم حكام الإمارات وشعب الإمارات تقارب جدا كبير وفرحة باينة وواضحة باللي هو وجود الشيخ اليوم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد كرئيس لدولة الإمارات العربية المتحدة برأيك يعني ما هي دلالة هذا الاهتمام هذا الرضا ما هي دلالة هذه المحبة تجاه شخص الشيخ محمد بن زايد هذا ما أرساه هذا ما وضعه الشيخ محمد بن زايد لو نرجع بالذاكرة إلى الوراء ونرى مشاهد الكثيرة التي يعني ظهر فيها الجانب الإنساني مع شهداء الواجب مع أسر شهداء الواجب بالقريب عندما كان يمر في المستشفيات الميدانية اللي هي بالنسبة للي كان فيهم الجائحة جائحة كورونا العالقين خارج الدولة يستنجدون بمحمد بن زايد يعني كثير من المواقف الإنسانية حتى من دول يعني بدون الحديث دول ليست حتى ليست إسلامية صحيح وليست عربية وفي دول عربية فهذه الجانب الخلقي والجانب والإرث الأخلاقي الذي طبعا ورث من والده وهذه القيم هو أصلا لديه هذه القيم هو مجموعة ومنظومة من القيم تمتع فيها صاحب السمو الشيخ أنا قابلته شخصيا صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد كم مرة كل مرة أستقي منهج هو يعتبر منهج للعطاء عندما تجلس وتتحدث معه تخرج بكثير من القيم وكثير من الأشياء التي تستمتع بحديثه لأنه فعلا إنسان فهم وترعرع ووعى وأخذ واستقى من مدرسة زايد كثير من القيم نحن نحتاج لقادة أصحاب قيم هذا لديه القيم الإنسانية قاغية لما نرى التنقل الكبير الذي نشوفه لا يعني أستذكر الجرحة عندما كان يزور الجرحة وكانت يعني ساعاتك موقف أو كلمات يعني ما زالت عالقة في ذهنك ما صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد عندما كان يوجه أبناءه العسكريين الصغارة اللي هم الخدمة الوطنية عندما قال لهم البلدان ليسوا بالكثرة وإنما بالمواقف فهي دولة فعلا دولة الإمارات دولة مواقف عندما كان يذهب إلى الجرحة ويقول لهم هذه دولة الإمارات وأنتم أبناء دولة الإمارات وأنتم عندما يرد الجرحة ويقول له أتمنى أن أشفى لأرجع هذه الانسجام والتوافق هذه المحبة التي ليست لها ما في بينها حدود عندما نرى قادتنا ما بينها وبيناها حدود يعني أعتقد المشهد الأخير في الوفاة شيخ خليفة والمشهد الثاني فيه اللي هو انتخاب صاحب السمو الشيخ محمد موقفين يتشهد له العالم كله أن قيادة الإمارات الحمد لله يعني الحب لا يترجم حب الشعوب لا يترجم والمحبة لا تعرف إلا الحقيقة نعم فعلا هم من بنوا وهم من زرعوا وهم من نالوا ويستاهلون كل الشكر وتقدير على حضورك معنا تشرفنا بحضورك معنا سعادة نعم شرهان النايب الثاني لرئيس المجلس الوطني الاتحادي كل شكر وتوفيق لك شكرا لكم وشكر موصول لكم وتمنى إن شاء الله يا ربي مزيد من العطاء لهذه الدولة شكرا بإذن الله